في مملكة الدرويش اليوم دكتور أسامة يرى في نفسه درويشاً ويرى في من يعني يراه من أكبر الأسماء أو أطيب الأسماء أو أقرب الأسماء إلى قلبه درويشاً ويرى في عموم المصريين درويشاً أم لا؟ هو سؤال مهم وعميق في نفس الوقت وإجابتي عليه في عدة نقاط فضل النقطة الأولى اللفظ درويش اعتنى بالتفتيش عن أصله واشتقاقه اللغوي ومعانيه الموجودة في اللغة الإمام الكبير الحافظ الجليل محمد مرتضى الزبيدي الذي شرح القاموس المحيط في اللغة فألف كتاب خاص بكلمة درويش سمه التفتيش عن معنى لفظ درويش فإحنا بين إيدنا كتاب مستقل بيبحث في آفاق الكلمة ومعانيها ودلالتها عند أهل اللغة ودلالتها عند أهل الله والكتاب لم يطبع بعد مخطوط لأنه غالب كتب الحافظ مرتضى الزبيدي مخطوط وإن كان لنا بعض الأصدقاء يعملون على إخراج الأعمال الكاملة لمرتضى الزبيدي 80 كتاب من كتبه ورسائل الصغيرة تخرج في مجموعة كبيرة بس لإفادة السادة المشاهدين الذي يعشق البحث والقراءة والتفتيش عن الأمور في كلمة درويش على وجه الخصوص في كتاب مستقل لشيخ اللغويين محمد مرتضى الزبيدي دي قضية القضية رقم 2 كلمة درويش بتستعمل في وجدن المصري بمستويات وبمعاني أحيانا نستخدمها استخدام في منتهى اللطف والرقي لما يلاقوا حد كده غلب عليه الشأن الأخروي وأكثر من ملازمة المسجد وغلب عليه استعمال المسبحة يقول لك ده بقى درويش يعني جذبه الحق إليه يعني أنس بالله بالمعنى ده آه طبعا كل أهل الله وكل ما شيخنا الكبار درويش وصالحين الشيخ عبد الحليم محمود الذي لم يكن يفارق المسبحة كان مما حكاه لي تلامذة الشيخ عبد الحليم محمود إنه كان يجلس وهو الإمام الأكبر شيخ الأزهر إذا كان مشغول بشيء من ملفات العمل وتسيير أمور العمل ينهمك فيها ما عدا هذا توقيع الأوراق ومتبئة الأوراق وكذا طول ما عنده ضيوف أو بيستقبل وفود أو بيعد يسمع عرض المرؤوسين لعنده يستعمل المسبحة ويذكر الله وأحيانا يعود عنده في المكتب في مشيخة الأزهر أو في بيته ويخوضون في شؤون الحياة وشؤون العمل وكذا وهو منهمك في الذكر فإذا خاضوا في شيء لا يجمل أو يرى أنه يعني ليس فيه الكمال أو تناول الإنسان لا يزيد على أن يرفع يده بالنسبحة بس يعني يا جماعة يعني ما ينفعش يعني أذكر الله يعني اعدلوا عن هذا وخليكم فيما هو أكمل وأرقى هذا الحال الشريف نعم تصدق عليه كلمة درويش بالمعنى الأكمل والأليق والراقي الذي يستعمله الوجدان المصري في وصف من غلب عليه الشأن الأخروي إن كان هذا هو المقصود فطبعا أهل الله وعلمائنا كلهم وشيوخنا كلهم درويش ورجال صالحون وأكثروا من ذكر الله ولهم عند الله تعالى قدم الصدق أما فيما يخصني أنا فأنا أتقاصر عن هذا لا أرى في نفسي شيئا أنا لا أرى في نفسي إلا أني عبد فقير ليس إلا فالكلمة بمعناها الأكمل والأليق أتقاصر عن أن أدرج نفسي مع هؤلاء أرجو يا رب أرجو عسى يا رب لكن في معنتان يستعملوا برضه أهلنا الكرام في مختلف المدن والبقاع المصرية بيستعمل أحيانا كلمة درويش في واحد أقرب إلى الجذب اللي معناه كأنه فقدان شيء من العقل الواحد اللي ترك الدنيا تماما وتزهد فيها وبدأ يلبس كده حدة قماش كده بمقطعة ويبقى قاعد في الشارع فيسمه برضه درويش بس درويش يقصد بها هنا أنه بقى كده مجذوب على باب الله مالوش مكان يقوي إليه دايما يقعد عند باب ستنا سيدة زينب أو في الشارع أو في خيمة المولد أو شيء من هذا القبيل فيقصدون هنا بكلمة الدرويش أنه ده مسكين كأنه عدد كبير منهم فاقد العقل كأنه فاقد العقل كأنه بره كذا فبهذا المفهوم لا أهل الله الكبار يعني لا هم أهل كمال العقل وأهل كمال الأدب وأهل كمال الذكر وكمال السير إلى الله بس اللي أنا عايز أقوله أنه اتعود الوجدان المصري أنه يسمي الشريحة التانية دي بالمجذوب اتعوده يقولي ده مجذوب ما تاخدش عليه ده مجذوب حكى العلمة أنه الإمام الحافظ بن حجر شيخ الإسلام والحافظ بن حجر كان عندنا هنا في مصر قبل خمسمائة سنة توف في سنة 852 هجري وكان إمام الحديث في الدنيا شيخ المحدثين على الإطلاق كل علماء الحديث النبو في زمن وفما بعد يشهدون لهذا السيد الكريم أنه شيخ هذه الصنعة العلمية شيخ المحدثين وكان مع إمامته في الحديث قاضي القضاء في الديار المصرية يعني يوازي منصب السيد النائب العام اليوم فرجل جمع وجاهة الدين والدنيا ملحوظا بالحشمة من كل العلماء حافظ بن حجر شيخ العلماء فما فيش حد يتقرأ على الحافظ بن حجر يحكي تلميز الحافظ السخاوي في كتاب كبير جمعه في سير الحافظ بن حجر الإمام العظيم الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر ثلاث مجلدات بيقول خرج الحافظ بن حجر مرة ومعه عدد من كبار العلماء فإذا برجل مجذوب نفس الشخص ده لقي الحافظ بن حجر وصار يقذع في حقه أنت عمل نفسك مين أنت عمل نفسك عالم يقول له كلام من هذا القبيل الناس اللي موجودين بدأوا يغضبوا لليل ده شيخ الإسلام ده الإمام الكبير وانت يا ابن عيب بتقول كده للإمام ده إمام الأئمة فلما رأى وجوههم بدأت تحمروا يغضبوا يضحك الحافظ بن حجر ويقول دعوا فإن المجذوب يسلم له حاله ما تزعلوش منه ما تضيقوش ما تاخدوش على خطركم أنا مسامح أنا راضي أنا مبسوط وعلى فرض أن هذا إنسان فقد العقل تماما مثلا يبقى ده مقبول الدعوة ده إنسان رفع عنه التكليف ما حدش بيؤخزه ما حدش بيقف عند كلمة أساء بها إليه فإن كان هذا الرجل مجذوب الرحمن وربنا جذبه إليه بحال من السكر في الذكر فقد به العقل يبقى كتر خير وما تزعلش منه وسيبه في حاله فالحافظ بن حجر يسلم له حاله فأرجو أنه ده يكون إيضاح لمستويات كلمة درويش أما عني أنا فأرجو يا رب أنا عمد فقير